وعهد جديد لبرشلونا مع شافي هرناندز شافي هرناندز اللاعب اللي احنا استمتعنا به كثيراً في وسط ملعب برشلونا على مدار سنوات عديدة اليوم هو مدرب كبير رائع لبرشلونا برشلونا اللي كان بيعاني من السنة اللي فاتت وعانى اكتر هذا الموسم بداية هذا الموسم في غياب ليونيل ميسي الان يعود مرة اخرى برشلونا مش النهاردة بس مش مباراة الكلاسيكو بس مش مباراة ريال مدريد بس مش الفوز بربعية نظيفة بس لا برشلونا بقاله اكتر من مباراة يؤدي مباراة كبيرة ورائعة مع شافي الاهم ان شافي رجع هوية برشلونا هوية اللاعب الجميل لبرشلونا هوية الاداء الجميل لبرشلونا هوية التكي تاكا بتاعت برشلونا الكرة الجميلة بتاعت برشلونا المهارات اللي مش طبيعية اللي في برشلونا النهاردة ديمبلي عمل جابها يمين رائع رائع لبرشلونا أبو ميانج بيرقى أبو ميانج المهاجب الجابوني اللي لسه جاي من أرسنال عمل أداء رائع جدا وسجل هدفين عندك تشكيلة رائعة من اللاعبين نفس التشكيلة دي من كم شهر كانت معكوما باستثناء يعني أبو ميانج ورغم كده برشلونة كان أداءه سيء جدا ليه؟ عشان انت حتى لو عندك مجموعة رائعة من اللاعبين ومعندكش مدرب هذه هي القاعدة الكبيرة مش هتنجح مفيش تشكيلة حتى لو تشكيلة رائعة من اللاعبين تنجح بدون مدرب كبير ورائع كوما عمل مباريات سيئة كثيرا مع برشلونة الآن شافي بيعمل روعة مع برشلونة اليوم بسنتيجو برنبيو يفوز في معقر ريان مدريد بربعية نظيفة ريان مدريد لم يخسر بربعية على برنبيو منذ 2015 يعني من سبع سنين سبع سنين ما قدرش برشلونة يعمل كده في ريان مدريد ريان مدريد أصلا مخسرش بربع أهداف في برنبيو من 2015 النهاردة برشلونة يبدع سنائية ديمبل النهاردة وأوبيم يانج هذه السنائية الرائعة اللي كانت من كم سنة موجودة في بروسيا دورتمون النهاردة قادت برشلونة للفوز ريان مدريد الناحية التانية كان في منتهى السوق النتيجة النهاردة 4-0 صحيحة بس كان ممكن تزيد عن كده كمان النهاردة ريان مدريد في غياب كريب بنزيمة اللي هو تقريبا يعني 80-90% من الفريق مش قدر أقولك 100% عشان فيه مودرش وفيه كورتوة 90% أو 80% من الفريق أصر تماما تماما على الشكل الهجومي وعلى بونة الهجمة وعلى الخروج من الدفاع في ريال مدريد أصر في كل حاجة في طريقة اللعب بس أنشلوتي تعامل بمنتهى السوق في غياب كريم بنزيمة لعب النهاردة على الشمال بنسيز جونيور ولعب رودريجو على اليمين ولعب توني كروس ولوكان مودرش اتنين في وسط الملعب متقدمين هم اللي لعبوا في الوسط الهجومي لريان مدريد وبالتالي أنت بتتكلم في اتنين لعيبة بطيئة عندهم مهارات رائعة مميزين مش طبعيين ورغم كده الأداء كان سيء جدا لريان مدريد جدا نهاردة كمان أنا ما فهمتش ليه دي بدأ لابة اللي ممكن يلعب على الشمال وتلعب ناتشو على الشمال وتلعب دي بدأ لابة هو اللي مدافع وممكن تحلل المشكلة دي ناتشو النهاردة كان مكانه ناحية الشمال في ريان مدريد الناحية الدفاعية ساداح مدايح لأثمان ديمبلي ساداح مدايح أثمان ديمبلي النهاردة عمل اتنين أسستي في المباراة في المجمل برشلونة عمل مباراة كبيرة مباراة رائعة ترجمة نانسي قنقر